المعقول تقولي انه ما حاجل ايد اه ايد صبايا من التنين للجمعة السبعة الى ربع المساء على الو تي بي بي المناضلين والخيل كبير سنديانة النضال والمناضل الاول سند الايام الصعبة والبسم الابدية اوصاف كتيرة بيختصرن شخص واحد عم ابو نعيم هو شقيق واخ الجنرال ميشيل عم الجند المجهول الا من البيت البرتقالي ومنادلي الايام المسلمة وثائق خاص عن انسان استثنائي بشهدات استثنائية لرفاء الدرب ابو نعيم تنيب بعض الاخبار على الو تي بي كل حياتي كانت بهالمنطقة هون بس خرق وبضرق مثل ما قلنا ببداية لقاءنا صباحي لليوم انه هيدا الاحد التاني بسمة 2011 والاحد الاول بعد عيد الغطاس او بعد عيد الظهور الالهي او عيد الدنح لنحكي اكتر تفاصيل عن هالمنا مناسبة واكتر نغوص باختيار سيد يسوع المسيح لا تلميذه من على شط البحر ليش وشو الهدف واليوم شو مطلوب من الشباب بعد مرور كال هالسنوات اليوم اذا بدنا نسمي هالشباب هني جي للانترنت وقدي يعني الشباك اللي رموه صيادين تلميذ يسوع اليوم كمان هي عم تنطبق على الشباك اللي عم تنرمى على الانترنت كل هالتفاصيل رح ما نغوص فيها مع ضيفنا الأب جوزاف السويد خادم رعاية مرتقلة سد البوشري صباح الخير ودايم دايم 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 ينعاد عليك حبيت كتير المقدمة وقت القلت انه كيف يسوع غاص انه حقيقة القصة بتبلش بالغطاس وبالغوص انه قديش حقيقة نقدر ندخل الى العمق لحتى نبلش نشوف ونفهم هاللعبة كلها سوى كيف بلشت القصة مع يسوع المسيح وين بلشت القصة مثل ما قلت لي مع يسوع المسيح ونحن اليوم وين وهل بعد للمسيحية او لكل الاشخاص اللي بيعتبروا حالهم عن جد بهموا النفس يسوع المسيح اليوم بالعالم بعده موجود هالنفس هو ذاته بعده موجود هالحماس بعده موجود هل بعد البشارة والعاني بقلوب شبابنا اليوم او صرنا بعالم اخر مثل ما سميته عالم نت كمان نت تعرف نتورك او شبكة عمل الشبكة في شبكات كتير رح نحكي عنا اليوم طبعا ابونا يعني ردا على سؤالك متبعا ملاحظ كتير من خلال جيل اليوم انه ايه عندهم هيدا الايمان بس عم بيفهموا على طريقتهم ما عم بيمنعوا حالهم من اي ملازات دايما في خوف من الالتزام الديني وازا بدنا نقول اكتر الالتزام المسيحي والتخلي عن كال الملازات بالحياة من نزوات وإلى ما هنالك ما فينا نعيش ونجمع اتنين سوا يعني هو اصلا ربنا ما حرمنا من شيء بالعكس حابب انه كنا نعيش كل الاشياء اللي هو خلقها ونعيشها بفرح بس ضمنه القطر اللي عن جد هو رسمها او وقت اللي انرسمت هالقطر انرسمت اجتماعيا اخلاقيا انرسمت كتابيا بيبليا انرسمت كرمال لتعطي حياة مش تتصدر الموت يعني شو اكتر شيء الناس او الشباب اليوم الفرح الفرح موجود ومربولس واضح بقول افرحوا بالربي دائما واقولوا افرحوا وكل شيء فيك تعملوا بفرح حتى اي نشاط لازم تكون فرح فرحان فيه وربنا مش منعنا بالعكس ربنا بيحبنا انه نفرح ويمكن عمليته كله سوا بلشها بميدي او على وليمة قانا بتصور القصة اذا بدنا نقول انه بنلذي بالشهوة هو كمان كان عنده شهوة بقول مثلا بالانجيل شهوة اجتهيت وانا اكل الفصحة معكم كان عنده هالشهوة ولكن وقت المنقول الشهوة الجنسية مثلا ما فيه اطار اسمه الزواج فيه اطار اسمه العيلة هذا اطار كمان ممكن انه يتعبر عنه فيه اطار الحب الحب كمان اطار جميل جميل جدا بقى القطر هي المهمة اللي مش انه فيه اطار اخر بيخدق على مطارح تانية هيدا المطارح التانية اللي لازم نحك فيها مع شبابنا بوعي ولازم يقتنع فيها شبابنا بس القصة بلشت مثل ما كنا عم نبلش قليه القصة بلشت بدعوة الله يدعو التلاميذ كان عنده عمل كان عنده ورك مثل ما منسميه عمل خلاصة بده يعمله سؤالي يمكن كده هيكي عن جد عم نفكر فيه قليه ويمكن لازم نفكر فيه مع شبابنا وانا وياك سوا ليش الرب وقت البلش رسالته بده يختار الرسل نزل على شط بحر الجليل وعلى شط بحر الجليل كان عنده وقفة وقفة عم بيطلع بالأفق عم بيودي شبكة حضقة عينه إذا بدك هالشبكة طي تصيد فيها تلميزه أول تلميز يسوع بطرس واندراوس ويعقوب ويحنى وغيرهم تصيدهم من ورا السفينة شخطورة كانوا صياد يسمك وكان عنده مخطط هيدا المخطط الإلهي بلش على شط وقفة عز أنا عندي غنية بتقول هالعمر وقفة عز عشطوط الدنيا قديش بعدنا قادرين نوقف على الشط ونختار عن جد إنه نلقي الشبكة متل ما طلب يسوع عدة مرات من الرسل زدتوا شبكتكن ورح تتصيدوا وبدي إياكم تتصيدوا بدي إياكم تفرحوا بدي إياكم تحسوا بالامتلاء الانتلاء هيدا كانت شغلة حلوة بس اختار الرسل عيطلوا لأول اثنين قالوا نتركوا شي باكم أنتو اليوم صيدي سمك سوف أجعلكم صيدي بطرس وأندروس بشر بشر وهون القصة بلشت عن جد حبين إنه نوقع بسنارة يسوع المسيح وبشبكة يسوع المسيح أو بدنا نوقع بهالشبكات التانية اللي فلتت فلتة وحدة صرنا بنحكي مثلا عن الشبكات الإرهبية صرنا بنحكي عن شبكات المخدرات الدعارة التجسس بيع الأطفال أعضاء الأطفال صرنا بنحكي عن شبكات الموت شبكات الإجرام المتنقل اللي عم بيروح هون وهونيك شبكات تجارة السلاح شبكات بيسموها شبكة وبعدين اليوم وصلنا لأقصى يمكن هون الفقه هون هون الزكا البشري هي الشبكة الكبيرة اللي وقعت تقريبا أكتر من نص شباب العالم بهالشبكة اللي اسمها الانتر نت انتر بي نت هي الشبكة ولنحن من إلا نت ورك عمل الشبكة هوني عالمنا بدو يختار إلي بين الشبكة الخلاصية تبعي يسوع المسيح أو الشبكة الموت اللي موجودة اليوم واللي مستوطة ما بدو غير واحد ينقي أي شبكة بدو يقع فيها بار جوزيف سويد يعني اليوم بالالفين وحد عشر نعم يسوع على أي شط واقف نظروا لوين رايح وهل يترى بعد عبي يختار تلاميذ من هن التلاميذ راح يختارون يسوع مقتصر على نوعية معينة من الأشخاص ولا الدعوة موجهة لألنا حتى نكون تلاميذ يسوع على الأرض أول شي ربنا واقف على شط حياة كل إنسان يعني أنا بقول هي حياتنا إلي من شط من مرفق لمرفق وكتير حلو أن نقول أنه نحن رحي مع الرب إلى مرفق الخلاص بدو ينتقل فينا بها السفينة هاللي نحن منرمز له بي زمن لغتاص للكنيسة السفينة ترمز إلى الكنيسة وكل شي بقلب السفينة يخلص تتذكر قصة نوح وسفينة نوح تتذكر قصة يسوع بالسفينة نيم والهيجان برا هيدا بحر العالم ونحن وقفين على الشط وربنا عم بقلنا بدي أعبر فيكن على الشط التاني قلت شغلي كتير حبيتها هل يسوع بعده عم بزد شبكة عينه أو حدقة عينه على مين على مين على كل واحد يعني ما بقى فيه حدا مستسنى بمنطق يسوع المسيح حتى الأكثر تلوسا الأكثر وسخا هيدول التارجل تبعه الهدف تبعه هدف الشبكة تبعيته تروح إلى هالأشخاص وأنا هون عندي يمكن ملاحظة بحب أولى لكل شبابنا يمكن بفكروا أوقات أنه أنا ربنا بستسنينها أنا وصيخ أنا كذا أنا عم بتعاطى أنا شو مكان هيدول الأشخاص ارتداد واحد منهم مثل ارتداد متى العشار أو زكى العشار اللي كان مكروه وممقوط ارتداد واحد قادر يعمل فارق كتير كبير برصيد يسوع أكتر من مئة بار مشان هيك وبيقول بالإنجيل تركت تسعة وتسعين ورحق الخروف الضار رحق الإنسان اللي بحاجة لأنه يكون وبقول ما جئتوا لأدعو الأصحاء بل الخطأ لأنه هيدا قادر يعمل فارق كبير ومن هون بقول ما تتصور قديش ربنا عم بيشتغل من خلال عمال الكرم أو عمال يمكن هالصيادين بدي سميهم صيادين لازم يكونوا مهرين ولازم يكون عندهم الطعم المناسب أوقات عم نستعمل نحن يمكن كما بعرف شو بدي سميهم قادة الألفية التالتة عم نستعمل طعم خاطئ أو عم نروح لنحكيهم بمنطق بلانجاج ما بقى يفهموه شبابنا ما بالدنيا يعني بتصور فيه لانجاج جديد فيه طعم جديد بدون ينزد وهيدا اللي لازم نحكي فيه بير سويد يعني كمان فيه اختبارات كتير بالحياة وبعض الأشخاص كانوا ضيوفنا هون بستوديو يوم جديد عن تجارب مرأوفية وما كان عندهم خجل عن انحراف أكان انحراف جنسي أو انحراف إلى المخدرات أو إلى السرقة أو 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 صحيح وبيقولوا أنه هيك بليلة ضوى فيها شعاع جديد بحياتهم وتعرفوا على يسوع المسيح وكانوا عم بيقولوا أنه ما نعقدوا الفترة السابقة لأن يمكن لولا ما مروا بهذا التونال المظلم بهذا الاختبار ما كانوا قدروا يوصلوا للنور الحقيقي طيب اليوم سؤالة كمان يسوع بعده عم بيختار يمكن عم بيختار أشخاص معينين ما عم بتقول حتى يكونوا هني يعني يعلولوا برصيده ليش يعني أشخاص معينين ليش مش كل الناس فيكتار عم يتعطوا مخدرات فيكتار يمكن عم بيكون عندهم انحرافات وبحاجة ضمنيا إذا حدا بيفهمهم من الداخل هني بدهم الخلاص بس يمكن المجتمع والتقاليد والعادات والأحكام المسبقة هي اللي عم بتخليون يغرقوا أكتر وأكتر حلو لي معك حق مية بالمية أصلا الخلاص مفتوح للكل وربنا عم بيبعث لك كل الأشخاص وعلى مفترق طريق كل شخص من أشخاصنا من هالناس من حرفين اللي عم بيعيشوا اختبارات هاللي أوقات بيكونوا كتير نضاف ولكن تعرف بتزل إجراء الإنسان بيروح أوقات بقلبه بعطفته بكتير إشي بيطلع عن الخط هدول الأشخاص منهم متركين هدول الأشخاص بالحقيقة هني أكتر الأشخاص اللي ربنا عم بيبعث لهم علامات وعم بيحط على دربهم يمكن أشخاص الأعلام اليوم ما تتصور قديش عم بيلعب دور أو إيجابة أو سلبة يعني ما تتصور قديش اليوم الكنيسة الكنيسة منها الكهنة والمطارنة والبطاركة كنيسة جماعة المؤمنين ما تتصور هالسبعين ألف منضوي إلى حركات الرسولية اليوم باللبنان سبعين ألف رقم منه بسيط هيدول صيادين أنا مبارح كنت باجتماع مثلا مع حركة الرسولية كنت عم بقول لهم يا جماعة ما فيكن بقى تكونوا هيك أشخاص أنه دفيين ونحن منصلي ونقول صلواتنا ومنصلي المصبحة ونفوت على الكنيسة ونعمل سجود طب فيه عمل فيه ويرك هيدا العمل الخلاصي هيدا هالخلطة أنك تفوت بالمجتمع أنك تجرب تخرق أنك تغوص أكتر هيدا عمل يومي ليه لأنه النطرين كتار لأنه يسوع نطر منك تعمل الحركة تعمل الموف إذا بدي سميها هالحركة أو بسموها حركة رسولية وانت كنت يمكن عضو فيها هالحركة هيدا إذا ما كان في حركة معناتها في في عقبات عم توقف بمنظار الرب أو بعمل الرب مين عمل الرب مين إداي اليوم مين قلبه النابض اليوم مين اللي بده يوصل يسوع المسيح كلمة يسوع المسيح علمنا بين أنا بدي سميها أو الفيسبوك هاللي شبابنا اليوم بشكل مش طبيعي فيسبوك يعني بتقضي ساعات عليه عم تعمل تشاتينج وعم تعمل كوميونيكيشن إذا بدك أو الفيسبوك يعني نوصل لأنه نحكي عن الإيمان واللي بدي أقول اليوم أعلن البابا هالسنة سنة الكتاب المقدس اللي هو هولي بوك خليني إجي شوف عن جد عم فق كتاب المقدس عم بقرى كتاب المقدس وقتل عم بعيش اختبار مؤلم لمين عم بلتجي وين عم بلتجي صدقني كتار يمكن عم بيوصلوا لآخر مرحلة ويمكن حالة الموت عم بتصيادون يمكن مثل كأنه عم نقول نسحب من براثل الموت تنقلوا أنت إنسان الله بيحبك وأنا بحبك إذا الإنسان تلاقي بها الشغلة عم بيوصل لحالة الخلاص لا أو لا عم بيفوت بهال الموت يعني إذا بدك براسن الموت يعني الأخطبوت اللي عم بيبتلعوا العالم اللي عم بيبتلعوا البحر اللي عم بيبتلعوا يعني الموت هو حي أكيد بكل إنسان في عواصف في هيجان هذا البحر العالم وفي السفينة عم تتخبط سفينة الرب إذا عن جد نحنا مستعدين بدي أقول لشبابنا اليوم بدي أقول لكل اللي بيحبونا اليوم اللي عم بيحضرونا الإنترنت خرق المزاج البشري وخرق المزاج العائلي وخرق المزاج البيتي لوتوا نزعوا على خربتوا ويمكن أوقات كتير حط شي ملوس لدرجة إنه عن جد بتحس طيب كيف بدي أطلع كيف بدي أزمت كيف بدي عن جد لقي المخرج المخرج عم بيكون ديق مشان هيك اليوم هالخرق هيدا بدوا بمقابيلوا الي شباب اليوم كلهم عم بتعاطوا الإنترنت وكلهم عن جد مدمنين على الإنترنت أنا بدي أقول لهم إذا مدمنين على تشاتينج وهيك عطوه من هالوقت اللي عم بتقضوه لأنكم تبدعوا فكرة جديدة مثل الفيسبوك اللي طلعت مع مستر بردويل اللي بوجه له تحية مع كتير من الأشخاص عن جد اللي بيحبوا يزدوا بهالشبكة على الإنترنت إشية روحية بتتصيادهم للحياة إشية ملهمة إشية مبدعة الإنترنت يعني تشاتينج مع الله الإنترنت مانا بس شبكة متل ما عم بتقول ملوسة وصخة الإعلام مانو وصخ بس في شغلات صغيرة هيدا بدي أخرق وإلا رح نوصل لهالشبكات اللي حيط عنهم قبل شوي واللي عن جد يعني تصور ليستة شبكات تخريبية وموت قدام بدي أولى شبكة وحدة ما في عدة شبكة وحدة اسمها شبكة الحياة بدنا نختار يا هالشبكات اللي بتوصل للموت الإجرام والموت يا أما شبكة الحياة أي شبكة بدي أختار شبابنا بحاجة اليوم عن جد يقولوا أنا بدي أعمل مواجهة بدي أعمل خرق مشان هيك الإبداع مشان هيك الفنانين مشان هيك اللي عم بيشتغلوا بالكمبيوتر اليوم بحق للكمبيوتر بليز دعوة دعوة لقلهم يلي قولنا الانتي فيروس اللي ممكن ويأجي ويخلقوا لنا شي مبدع يحسسنا بأنه عن جد طعمة طبعا حلوة متوصلنا هل هالتمنى راح جيره هلأ لزميلنا وصديقنا أنتواطة النوس خبير ومحلل التكنولوجي بقلق التكنولوجي الخاصة ببيرلمجنا بيش رزيف سويد بدأ أشكر حضورك معنا اليوم وهيد الدعوة الصارخة بالفعل نحن على هيك بداية عام جديد خلوها تكون ثورة من الداخل لنقدر أد ما فينا بركي يعني هالثورة بتكون ثورة إيجابية ومعدية لكل الأشخاص لكل الشباب والصبايا حتى الكبار بالعمر كمان بعد ما فات الوقت يعني نحن كلنا أعمارنا صغيرة بهيدا الكون وقدام يعني محبة يسوع المسيح بدي أرجع لك دايم 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 بس سؤال استفساري على السريع يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار النار شو هي؟ النار اللي دايما المفهوم النار هو اللي بيطهر هو اللي بيغير هو اللي حتى الدهب بزدوب النار طي طهر كل شي بيطهر الإنسان هيدا النار هيدا الروح القدس واللي بذكرك بأنه وقت الحل الروح القدس على تلميز حل بشكل ألسن من النار النار يعني كمان هون صرخة لشبابنا لسان كون اللي عم نحط عليه جسد يسوع المسيح هيدا لسان ناري بس مش جهنمي بدي إياهون يعرفوا شي لسان عن جد لازم يكون صارخ صوت صارخ في البرين نحن بزمن صوت الصارخ بدي يطلعوا من هاللسان الملوت من هاللسان اللي عم بيحط الموت للسان الناري اللي قادر يحط عن جد يتحهر العالم نعم بير جوزير سويد خادم رعاية مرتقلة السيد البوشري شكرا لك أهلا وسهلا فيك ومشاهدينا شباب وصبايا صغارا أو كبارا ما تستحوا وما تترددوا بأنكم تكونوا على دينكم أكنتم مسيحيين يعني ربنا بيقول طوبة لكم إذا عيروكم باسمي ففخروا أنكم مسيحيين وما تخافوا أمام ميما كان بأنكم ترسموا إشارة الصلي بقى كنتم موارن أرتوديكس أو كاتوليك بالنتيجة كلنا أولاد الله شكرا لكم لمتابعتكم لهالفقرة بير سويد مرة جديدة أهلا وسهلا فيك بريك ونرجع من تابع اللقاءات تلاليوم ترقبوا حلا ترجمة نانسي قنقر